اعلن الفريق الوطني الطبي لتصديل فيروس كورونا خلال مؤتمره الصحفي الأخير أعلن تحديث آخر المستجدات والمعطيات الخاصة بفيروس كورونا وفق مقتضيات المرحلة الحالية من مسار التعامل مع الفيروس وقد دخل حيز التنفيذ تحديث إجراءات الفحص وإجراءات المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي اعتبارا من اليوم الأحد وذلك في سبيل توفير السلامة والصحة العامة للجميع الوعي المجتمعي عنصر هام لنجاح كافة الجهود الوطنية لتحفيز أو حفز صحة وسلامة المواطنين والمقيمين خلال مؤتمره الصحفي الأخير أعلن الفريق الوطني الطبي للتصديل فيروس كورونا تحديث آخر المستجدات والمعطيات الخاصة بفيروس كورونا فقد تقرر من يوم الأحد التاسع من يناير تحديث إجراءات الفحص وفق مقتضيات المرحلة الحالية من مسار التعامل مع الفيروس الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة أوضح هذه الإجراءات وهي كالتالي تقرر بدءا من يوم الأحد الموافق 9 من يناير 2022 تحديث إجراءات الفحص وفق مقتضيات المرحلة الحالية من مسار التعامل مع الفيروس كما يلي أولا تركيز وتكثيف الفحصات المختبرية بي سي آر لمن تظهر عليهم أي تعراض للفيروس كارتفاع درجة الحرارة والسعال وضيق التنفس ومن تظهر لهم نتيجة الاختبار السريع لفيروس كورونا إيجابية والمخالطين للحالات القائمة الذين كذلك تظهر عليهم أعراض الفيروس تكثيف الفحص عبر الاختبار السريع لفيروس كورونا لكافة العاملين في القطاعات الحيوية تحديث الإجراءات للمسافرين المتطاعمين وغير المتطاعمين كالتالي إبراز شهادة فحص بي سي آر خلال 72 ساعة من وقت المغادرة والقدوم لمملكة البحرين إجراء فحص مختبري بي سي آر عند الوصول فقط وتخفيض تكلفة الفحص إلى 12 دينار بحرين الاستمرار في تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمدة عشرة أيام في أماكن السكن أو الإقامة للبالغين من العمر 12 عاماً فما فوق لغير المتطاعمين استمرار الحملة الوطنية للتطعيم بنفس الوتيرة الحفاظ على الطاقة الاستيعابية للفحوصات ومراكز العزل والعلاج دعوة الجميع إلى التحلي بالمسؤولية بجراء الفحص عند الشعور بأي تعراض للفيروس كارتفاع درزة الحرارة والسعال كما ذكرنا وضيق التنفس حث من لم يأخذ التطعيم أو الجرعات المنشطة منه بالمبادرة بأخذ التطعيم بكامل جرعاته بما فيها المنشطة حماية لنفسه وأسرته ومجتمع وهنا نشدد على أن الالتزام التام في تنفيذ هذه القرارات والإجراءات التي دخلت حيث التنفيذ قاية أساسية ومطلباً رئيس في ملف مكافحة كوفيد-19 ويبقى الوعي المجتمعي الذي دائماً ما يعول عليه سيد الموقف لتقليل أعداد الحالات القائمة وكبح تفشي فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة ترجمة نانسي قنقر